موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا بكم مشاهدين الكرام في جولة صحافية جديدة مع صدى الأقلام نرصد فيها برز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية نبدأ مشاهدين الكرام من صحيفة كتابات ومقال بعنوان الأمية آفة تنخل المجتمع العراقي للكاتب ماجيز زيدان اتضاربت الأحصاءات الرسمية مع أحصاءات المنظمة الدولية بشأن الأعداد للأميين في البلاد فقد أعلنت وزارة التربية أن الأمية انخفضت بنسبة ثمانية في المئة في السنوات العاشر الماضية بحسب البيانات الرسمية أي أن عدد الأميين في العراق بلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف أميين ولكن تقريراً لمنظمة يونسكو تضارب مع هذه الأرقام الحكومية وقد تضمن التقرير أرقاماً تصل إلى 12 مليون أمي في العراق وهذا ما نفته وزارة التربية بيانت التخطيطان نسبة الأمية في العراق بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن عشر سنوات ترتفع بين الإناث لتصل إلى ثمانية عشر بالمئة فيما تنخفض بين الذكور إلى ثمانية بالمئة وما يزال المنبع الرئيسي للأمية هو عدم الالتحاق بالمدارس حيث بلغت نسبة الملتحقين بالصف الأول الابتدائي 93% وهو أقل مما كان عليه قبل التغيير عام 2003 والتي بلغت 100% وأعداد المتسربين هي الأخرى عالية إلى ذلك تطبيق قانون التعليم الإلزامي وملاحقة المتخلفين عن الالتزام به بعيفة جداً وتستلزم المعالجة لهذه المشكلة المتشعبة أن تعترف وزارة التربية بوجودها والاستماع للذين ينتقدونها ويشخصون تدهور التعليم في البلد ولا تستفز مما يدلون به ومحاولة تغطية الشمس بغربال إن ذلك هو الخطوة الأولى نحو معالجة جادة ومسؤولة والمحزن أن متخرجين من مراحل متقدمة بالدراسة هم غير قادرين على القراءة والكتابة بطلاقة بل لا يحقنون الحد الأدنى منهما وهم بصورة وأخرى يدخلون في عداد الأميين وليس أدل على ذلك أنه لا تتجاوز نسبة الملتحقين بالدراسة الإعدادية الثلاثين في المئة إلى صحيفة الميثاق الوطني ونقرأ منها مقالة للكاتب عبد الرزاق محمد ديليمي ذكر فيه أنه لابد من عمل منظم قانوني ووقفة شعبية حقيقية لكل مناهضي الاحتلال وعملية السياسية المعوقة سيئة الصيت والمحتوى لفضح الحكومة الكارتونية العامية فمثل ما نضح العملاء من المدعين كذبا وافتراءا تمثيل المكون السني على رغم تحفظنا على هذه المصطلحات التي فرضها علينا الاحتلال وذيوله للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين وفق إجراءات قانونية سليمة وتنفيذ كل الوعود والاتفاقات التي كانت وراء تمرير هذه الحكومة الكارتونية جاء موقف زمرة الإطار في عدم تنفيذ بنود الاتفاقات مع ما يسمى كذبا بممثلي سنة وهم أبعد ما يكونون عن ذلك في مماطلاتهم في إقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء منذ أكثر من عقد من الزمن والذين عانوا ولا يزالون الأمرين من البطش والتعذيب في السجون العلنية والسرية سواء منها المحسوب على الدولة الكارتونية أو التي تخضع لسلطات الميليشيات العميلة المجرمة وفي كل الأحوال فإن استمرار اعتقال مئات الآلاف من المواطنين الأبرياء يعد بحد ذاته خرق وطرب وإهانة وتحطيم وتفكيك لكل ما تعنيه حقوق الإنسان في العراق الذي يعاني أصلاً من تغييب ممنهج لكل الحقوق المكتسبة الشرعية والقانونية والأخلاقية من قبل سلطات الاحتلال والذيولة في العملية السياسية التي أنشئت أصلاً لتدمير وتحطيم الإنسان العراقي وتغييب وعيه وإذابة هويته الوطنية الحقيقية لصالح هويات غربية عليه مثل الهويات الطائفية والعشائرية والمناطقية والعنصرية ذكر الصحيفة لوموند الفرنسيانة مدينة دارنال ليبيا توصل إحصاء قتلها ومن لم يعتر عليه يدفن على عجل ومن لم يعتر عليه فيدفن على عجل خوفاً من امتشار الأوبية هذا ولا يزال آخرون في عداد المفقودين إذ دمرت أزاء من هذه المدينة الساحلية في شرق ليبيا بعد مرور عصار دانيال المنظمة الدولية للهجرة أكدت أن ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا داخل مدينة دارنال التي يبلغ عدد الزكان هي 100 ألف نسمة وتمكن أكثر من 8 ألاف من الفرار إلى مناطق أقل تضرراً من الكارثة ولا تزال هناك شكوك بشأن العدد الدقيق لقتل الكارثة الارتباك يسود في دارنال في ظل عدم استقرار الوضع ويوضح أنه إذا تمت استعادة الخدمات العامة الأساسية في مدينة البيضاء الواقع على بعد 200 كم شرق بنغازي والتي تأثرت هي نفسها بالأعصار فإن دارن الواقع على بعد 100 كم أبعد تظل معزولة لا يوجد بنزين ولا كهرباء ولا اتصالات سلكية أو لا سلكية لقد تعرضت الشبكة لضربة قوية وبالتالي نحن أمام كارثة كبرى تقدر الإدارة المسؤولة عن شبكات الطرق والجسور أن 30 كم من شبكة الطرق منهارة تماماً في درنة وما حولها مما يزيد من تعقيد عمليات الإنقاذ والتي لم تصل بعد إلى المناطق المحيطة بها مثل منتج عيسوس الساحلي وبعد الكارثة استيقظت المنطقة على ندوب أخرى من الصراع الطويل الذي وضع المعسكرات المختلفة ضد بعضها البعض عسكرياً وحذر إيرك توليفسين رئيس وحدة التلوث بالأسلحة التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر من خطر ذخائر غير المنفجرة التي تم نقلها إلى مناطق كانت خالية من التلوث في السابق بسبب مياه الفيضانات وحذر من أن ذلك يضع المزيد من المخاطر على الناجين والمسؤولين عن المساعدات الإنسانية نشرت مجالة إيكوناميس تقريراً بشان عصار دانيال الذي ضرب ليبيا وزلزال المغرب أيضاً وربطت الحدثين بالإهمال القاتل من ساسة المغرب وليبيا فبعد الكارثتين رفضت السلطات المساعدة وتركت القتلى يعانون أو المصابين ففي ميناء درناو الوقع على وادن انهار سدان ومحت المياه المتدفقة منهما أحياء سكنية تقول المجلة إن الكارثة التي تبعتها أخرى تحمل حساً قيامياً إذ نشر الكثير من المشاهد التي تقطع القلوب على قنوات التلفزة العربية وحيث يبحث الناس عن أحبائهم في البيوت التي دمرها الزلازل أو الزلزال أو تلك التي غرقت في المياه ومع تحول الأيام إلى ساعات أصبح الحسن غضباً وهنا تقول إيكونوميست لا يوجد ما هو مشترك بين المغرب وليبيا إلا أن ما يشترك به البلدان هو الرد المتكاسل على الكارثتين اللتين كانتا قاسيتين وبطريقة لم يتصنعها أحد مع قيام الحكومة المغربية بتجديد قواعد البناء في السنوات الأخيرة إلا أن الكثير من البيوت بنيت بطرق بسيطة وتهبط بشكل سريع في أثناء الزلزال وفي القرى التي ضربت بشدة من زلزال هذا الشهر لم يكن لدى القرويين ما يمكنهم عمله لتعزيز أساسات بيوتهم وبحسب أرقام البنك الدولي فإن واحداً من كل خمسة مغاربة يحصل على ثلاثة دولارات وخمسة وستين سنة في اليوم مقارنة مع أربعة بالمئة في المدن وهناك عامل آخر في البطء وهو البيروقراطية التي وجدت نفسها تواجه أعباء كبيرة وتحدث أشخاص عن تأخر شهادات الوفاء لدفن الموت مما ترك الجثث تتعفن تحت الشمس لو كان الرد المغربي بطيئاً إلا أن الرد الليبي كان فوضوياً فقد كان لدى السلطات الليبية تحذيرات واسعة من إعصار دانيال الذي أغرق اليونان بالمياه قبل أسبوع من ضربه لليبيا ومع اقترابه من درنا طلب عمدتها من خليفة حفتر الذي يتحكم بالمنطقة إجلاء سكان المدينة إلا أن الطلب تم تجاهده ولم يطلب من الناس مغادرة المدينة مع اتفاع منسوب المياه حول السلطات نشرت مجلة بوليتيكو في نسختها الأوروبية تقريراً عادة كلوديا تشيابا قالت فيه أن أوروبا أصبحت معبراً رئيساً لحبوب الكابتوغون المخدرة التي يستفيد منها نظام الرئيس السوري بشار الأسد مباشرةً وقالت الكاتب أن المهاربين يستخدمونها وبشكل متزايد للدول الأوروبية لشحن حبوب الكابتوغون المخدرة من الشرق الأوسط إلى شبه الجزيرة العربية وفقاً لتقرير جيد أو جديد صادر على المركز الرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان وكذلك عن مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية وقال مؤلف التقرير أن تهريب هذا المخدر الذي يباع بالمفرد في الشارع بنحو ثلاثة دولارات للحبة الواحدة عبر أوروبا يهدف على الأرجح إلى تجنب الضوابط التي تفرضها السلطات في الأسواق المقصودة والتي من غير المرجح أن تشك في أن حبوب الكابتوغون المخدرة ستشحن من دول الاتحاد الأوروبي تجارة الكابتوغون قد خلقت أعمالاً تقدر قيمتها بنحو 57 مليار دولار وروبط إنتاج هذا المسكن على نطاق واسع بنظام الأسد في دمشق حيث كان لدى العديد من المسؤولين السوريين وأفراد عائلة بشار اتصالات مع شبكة تجارة المخدرات وبحسب التقرير أكدت السلطات الألمانية أن تجارة الكابتوغون تتم تحت رعاية نظام الأسد الذي يستفيد بشكل مباشر من الشحنات وأوضح التقرير أن الكابتوغون يمثل شريان حياة مالية لآلة الحرب التابعة للنظام السوري ووفقاً للحكومة البريطانية التي كتبت في وقت سابق من هذا العام أن ماهر الأسد يقود وحدة في جيش النظام السوري والتي تسهل توزيع وإنتاج المخدرات وقال التقرير أن أوروبا ليس السوقاً استهلاكية مهمة للكبتوغون حيث يقع معظم السوق في بعض دول الشرق الأوسط ولا سيما السعودية والتي كانت الوجهة لبعض أكبر شحنات الكبتوغون في العالم خلال السنوات الأخيرة هذه مشاهدين وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاترية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يوثق الحياة اليومية للناس كيف بدأوا مشوارهم وما هي طريقة إدارة أعمالهم ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين حضرت فرق الإنقاذ التي تبحث وسط الركام بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب من أن البيوت التقليدية المبنية من اللبن والحجر والخشب المنتشرة في منطقة جبال الأطلس الكبير قللت فرص العثور على ناجين وفي مركز الجيش بجنوب مدينة براكش التاريخية غير بعيد عن مركز الزلزال قال أحد أفراد الإنقاذ العسكري طالبا عدم كشف هويته بسبب قواعد الجيش التي تمنع التحدث لوسائل الإعلام قال من الصعب انتشاء الأحياء لأن معظم الجدران والأسقف قد تحولت إلى ترابنة عندما سقطت ودفنت من كان في الداخل ولطالما كانت المنازل التقليدية التي يبلغ عمرها أو عمر بعضها مئات السنين لطالما كانت مشهدا يحظى بالشعبية بين السياح المسافرين إلى الجبل من مراكش وكثيرا ما تبني الأسر بنفس هذه المنازل بنسق تقليدي ومن دون أي مساعدة من مهندسين معماريين وتجري الأسر توسعات كلما استطاعت في البناء توصية أمريكية باستخدام واسع نطاق للقاحات محدثة لكوفيد 19 ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض الوقائية أن مديرتها وقعت على استخدام لقاحات محدثة لكوفيد 19 من فايزر بيونتك ومودرنا لأشخاص من عمر ستة أشهر فأكثر وتمهد التوصية النهائية من المديرة ماندي كوهين طريقة لاستخدام اللقاحات المحدثة على نطاق واسع وقد استهدف المتحور الجديد من كوفيد 19 إذ تستعد البلاد لإطلاق حملة تطعيم في غضون أيام قبل الختام مشاهدين الكرام نتابع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف ثلاثون عاماً على اتفاق أوسلو إجهاض الحلم الفلسطيني لصالح طغيان الاحتلال بعكس أمال الشعب الفلسطيني في اتفاق أوسلو وتمنيات قيادة منظمة التحرير وعلى رأسها الراحل ياسر عرفات بتجشين مشروع الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس والتخلص من نير الاحتلال إلا أن اتفاق أوسلو الذي تمر اليوم ذكراه السنوية الثلاثون كان كارثياً على المشروع الوطني الفلسطيني وساهم إلى حد بعيد في قضم الاحتلال مزيداً من الأراضي الفلسطينية نصل اتفاق على إنهاء عقود من المواجهة والنزاع وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها لكن مع مضي خمس سنوات على اتفاق أوسلو لم يلتزم الاحتلال بالتحول نحو مفاوضات التسوية الدائمة واستمرت الأوضاع على حالها حتى قمة كامب ديفيد عام 2000 بين الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إهود باراك ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفان ما حصل هو أنه رحلت القضايا الرئيسية للحدود والأرض والمستوطنات والقدس واللاجئين والتعاون وبدعت من ضمن مفاوضات الحل الدائم الذي كان مفروض أن يبدأ بعد 18 شهر من انتخابات الشيء الأول وأن تتهي في مايو من العام 1999 ولكن للأسف إسرائيل أعلم رابين أنه لا توجد هناك مواعيد مقدسة لم تفض تلك القمة إلى أي اتفاق بتأتي بعدها انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر أيلول عام 2000 كتعبير عن وصول عملية السلام إلى طريق المسدود وبزخم الانتفاضة سعى عرفات للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من خلال إمداد كتائب شهداء الأقصى بالمال والسلاح ومشاركة شريحة واسعة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قتال الاحتلال لجأت حينها إسرائيل لسلاح الاغتيالات في صفوف القادة الفلسطينيين أبرزهم قائد حركة حماس أحمد ياسين وأبو علي مصطفى وصولا إلى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أفرز اتفاق أوسلو سلطة فلسطينية بصلاحيات بلدية وأجهزة أمنية لا تملك أي سيادة وبدل أن يحمي رجل الأمن الفلسطيني أمن المواطن من الاعتداءة الإسرائيلية أصبح دوره ينحصر في حماية أمن المستوطنين ومحاربة المقاومة واقتحام مداخل المخيمات لإزالة سواتر الحماية ضد الاحتلال بالقوة أما مؤسسات السلطة ووزاراتها فقد تحولت إلى مكاتب خدمية غارقة في مشكلات الفلسطينيين الحياتية يرى سياسيون أن اتفاقية أوسلو لم تعد موجودة منذ عام 2002 عندما اجتاحت إسرائيل كل الضفة الغربية وأزاحت الوجودة الفلسطينية عن المعابر السيادية بينما تتمسك السلطة الفلسطينية بأوسلو لتبرير وجودها نجحت إسرائيل عبر ثلاثين سنة من عمر الاتفاق بتغيير وظيفة السلطة وجعلها تختصر على كونها وكيلا للاحتلال تقدم خدمات أمنية بالأساس بحسب ما يرى محلمون الاستيطان مقبرة أوسلو إلى جانب ملفات الوضع النهائي التي بقيت عالقة وهي السيادة والقدس واللاجئون والمياه كان الاستيطان الملف الأصعب والذي برعت إسرائيل في جعله أمرا واقعا يجهد كل الملفات السابقة مع حلم الدولة الفلسطينية خلال ثلاثين عاما ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس بنسبة أكثر من مائة في المائة بحيث تجاوزت عدادهم اليوم سبعمائة ألف مستوطن بعد أن كان عدادهم عام 1993 مائة وعشرة آلاف مستوطن فقط في الضفة وبنيت سبع وعشرون مستعمرة وحيا استيطانيا استعماريا منذ أوسلو بحسب إحصائيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ما يزال الفلسطينيون يحاولون التحرر من هذا الاتفاق الذي ترى سلطة الاحتلال أنه أصبح جزءا من الماضي ولم يبق منه سوى الفتاة المتمثلة بأجهزة السلطة الفلسطينية في نهاية جولتنا الصحفية عبر صدى الأقلام من الرافدين تقبلوا تحييتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة